السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية ايكور شادلي نازلنا نواصل مع درس الأعداد الصحيحات الطبيعية الملايين والملايين من كتاب الجيد في رياضيات المستوى السادس الابتدائي نحن الآن في الصفحة الثانية عشر نواصل مع نشاط التمرن التمرن رقم 13 استعمل مرة واحدة ما يناسب من الكلمات الآتية هنا خمس بطاقات كل بطاقة تحمل كلمة استعمل البطاقات مرة واحدة ما يناسب منها بطبيعة الحال مرة واحدة في كل عدد لكتابة ما يلي هناك ألف با جيم دال ها وا واو استعمل البطاقات لأكتبه أكبر عدد مكون من أربع أرقام أكبر عدد مكون من أربع أرقام أكبر عدد مكون من أربع أرقام يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة طبيعة الحال خمس ملايين غير مناسبة مليون غير مناسب لأنه مكون من سبعة أرقام ستة أرقام أصفار وواحد في مليون سبعون ثلاثمائة وعنف إذن أكبر عدد سيكون ألف وثلاثمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعون وهو أكبر عدد مكون من هذه البطاقة بطاقة اللولة والثانية والثالثة ألف وثلاثمائة وسبعون نمر للعدد رقم باء أكبر عدد مكون من خمسة أرقام نضع النقاط ما كالأرقام اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة أرقام حول الباحث أكبر عدد ألف ثلاثمائة سبعون مليون إذن هذه البطاقة غير صالحة سبعون ألف وثلاثمائة إذن سيكون العدد هو سبعون ألف وثلاثمائة هو أكبر عدد مكون من خمسة أرقام نمر لجيم أصغر عدد مكون من ستة أرقام نضع ستة أرقام ونفكر في أصغر عدد إذن ستة أرقام يعني فيه مئة الآلاف ليس هناك ملايين هناك مئة الآلاف فقط إذن أصغر عدد ماذا سيكون إذن المناسب فقط هو ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف يمكن أن نقول ثلاثمائة ألف وسبعون لكنه رقم عدد كبير إذن ثلاثمائة ألف فقط ثلاثمائة ألف وأصغر عدد مكون من ستة أرقام ستة أرقام نمر لدال أصغر عدد مكون من سبعة أرقام أضعوا سبعة أرقام إذن سيكون فيه المليون المليون إذن ما هو أصغر عدد وهو المليون لن نضيف له لا ثلاثمائة ولا سبون إذن نبحث عن أصغر عدد هو المليون يضم سبعة أرقام نمر له يجب أن نكتب عدد أكبر عدد مكون من تسعة أرقام تسعة أرقام يعني فيه فيه فصل وحدد فصل الآلف وفصل الملايين لكن لا نتجاوز فصل الملايين إذن إن تجاوزنا فصل الملايين سندخله في فصل الملايين إذن تسعة أرقام فيه مئات الملايين مئات الملايين هنا هي البطاقة التي ستصلح ثلاثمائة مليون هو أكبر عدد إذن سنقول ثلاثمائة مليون ثلاثمائة وسبعون مليون ثلاثمائة وسبعون مليون و ثلاثمائة وسبعون مليون و ألف ثلاثمائة وسبعون مليون وألف هو أكبر عدد مكون من تسعة أرقام نمر الآن السؤال الأخير هو أكبر عدد مكون من عصرة أرقام يعني سيكون في فصل الملايا وحدات الملايا فصل الوحدات فصل الآلاف فصل الملايين ثم فصل الملايين في وحدات الملايين ماذا سنقول أكبر عدد سنقول خمسة ملايين سنستعمل أخيرا سنستعمل هذه البطاقة سنقول خمسة ملايين ماذا أيضا وثلاثمائة وسبعون مثل هذا العدد في الأعلى ثلاثمائة وسبعون مليونا وألف خمسة ملايين ثلاثمائة وسبعون مليونا و ألف هو أكبر عدد مكون من عشرة أرقام نمر الآن للسؤال رقم أربعة عشر السؤال رقم أربعة عشر يقوم لاحظ جيدا ألاحظ العدد كيف نقرأ هذا العدد نقول هذا فصل الوحدات فصل الآلاف فصل الملايين فصل الملايين إذن سنبدأ بالملايين تسعة عشر مليار وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعة وستون ألفا ومئتان وأربعة ثم أكمل كما في المثال المثال العدد تسعة عشر هو عدد الملايين إذن العدد تسعة عشر هو عدد الملايين العدد تسعة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون إذن توقفنا أين توقفنا هنا تسعة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون هو عدد ماذا عدد ماذا إذن هذه الثمانية هي هذا الرقم وفي أي مرتبة لكي نعرف هذا العدد هو عدد ماذا وحدات عشرات مئات وحدة آلاف عشرة الألاف مئة الألاف الملايين يعني وحدات الملايين من هنا إلى أقصر يسار كله هو عدد الملايين عدد الملايين العدد تسعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون وخمسمائة وسبعة وثلاثون هو عدد ماذا؟ إذن نتوقف عند السبع سبع وحدات عشرات مئات وهذا رقم وحدات الآلاف إلى أقصر اليسار سيكون هذا عدد الآلاف تسعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفا خمسمائة وسبعة وستون هو عدد الآلاف بطبيعة العدد مئة وسبعة وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة والثمانون ألف وستتمائة واثنين وسبعون هو عدد ماذا؟ إذن سنتوقف عند الاثنان أين هي الاثنان؟ الاثنان هنا وحدات عشرات مئات سنقول إنه عدد المئات عدد المئات يحتل الرقم 9 رتباته أي رتبة قلنا هذا فصل الوحدات فصل الآلاف فصل الملايين رتبة 9 هو موجود في وحدات الملايين يحتل الرقم 9 رتبات وحدات الملايين يحتل الرقم 7 رتباتين الرقم 7 أين هو إنه موجود هنا وهنا يحتل رتبتين هما رتبة كذا ورتبة كذا هنا وحدة عشرات مئات آلاف ورتبة الآلاف ورتبة هنا آلاف عشرة الآلاف مئات الآلاف وحدة الملايين عشرة الملايين مئات الملايين رتبة مئات الملايين غضح آلاف ومئات الملايين نمر إلى التمرين رقم خمسة عشر السؤال خمسة عشر يقول يبين الجدول أسفله عدد السكان كل واحدة من القارات الخمس حسبها طبعا تقديرات الأمم المتحدة سنة 2018 إذن هذا الجدول يبين القارات هنا خمس قارات عدد السكان بماذا؟ بالملايين بالملايين إذن سنضيفه كم سنضيف؟ سنضيف ستة أصفار لكل عدد كل عدد سنضيف له ستة أصفار ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أن نكتب في سؤال آلاف أن نكتب بالأرقام والخروف عدد سكان كل قارة سنضعها هكذا أوروبا ونقول أوروبا سبعمائة وتسعة وتلاتون سبعمائة وتسعة وتلاتون ماذا؟ مليونا يعني سنضيف ستة أصفار ستة أصفار هذا هو العدد بالأرقام سنكتب الآن بالحروف نكتب سبعمائة وتسعة وثلاثون مليون نسمى بطبيعة الحال نمر لآسيا آسيا أربعة ألاف وخمسمائة مليون أربعة ألاف وخمسمائة مليون يعني أربع مليارات وخمسمائة مليون لأن الصين عدد سكانها كبير هو الذي يجعل أن آسيا يكون عدد سكانها كبير يعني الصين أكثر من مليار وخمسمائة مليون أربع مليارات وخمسمائة مليون سنضيف ستة أصفار أيضا ثلاثة وثلاثة فصل الواحدات فصل الألاف فصل الملايين فصل الملايين نكتب العدد بالحروف إذن أربع مليارات وخمسمائة مليون أربع مليارات وخمسمائة مليون نمر لإفريقيا لنكتب العدد بالأرقام ألف ومئتان مليون ألف مليون هو مليار إذن نكتب مليار ومئتان مليون المليون طلب أحدنا نضيف ستة أصفار لذن نقول بإفريقيا كذucks نبلغ عدد سكانها مليار ومئتان مليون لن نقول مئتان مليون ولن نقول مئتان مليون نمر لقارة أستراليا أستراليا عدد سكانها قريب جدا 26 مليون نضيف 6 أصفر عدد سكانها 26 وعشرون مليون فقط قارة أمريكا 900 مليون 900 مليون 900 ونضيف 6 أصفر 900 مليون هو عدد سكان أمريكا إذا أول مطلوب مننا نكتب عدد سكان كل قارة بالأرقام ثم بالحروف واضح نمر الآن للسؤال رقم 16 المطلوب هو أكتب التأطير المناسب لمياني 3475 نكتب تأطيرها مقرباً إلى المئة يعني عدد أصغر منها مقرب إلى المئة وعدد أكبر منها مقرب إلى المئة أين هو رقم المئة؟ 574 هو رقم المئة 4 هو رقم المئة إذن نقول 3500 و500 فقط لنكتبه 75 وهنا مقرب إلى المئة سنقول 3400 هنا هذا العدد مقرب إلى 10 ألاف أين هو رقم العشرة ألاف؟ 2 وحدات عشرات مئات آلاف عشرة ألاف إذن هذه الثلاثة سنقول 2 مليون وسبعمائة واربعون ألفاً هكذا إذن الرقم الذي سيؤثر هو هذا رقم عشرة ألاف 744 ألاف وهنا بليونان وسبعمائة وثلاثون ألفاً واحد ثلاثة هنا هنا ثلاثة وهنا ثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة محصر ما بين ثلاثون ألفاً وأربعون ألفاً كما تلعي 35 ألف جات بين ثلاثين وأربعين ألف نمر هنا إلى هذا العدد مقرب المليون أين هو رقم المليون واحدة عشرة مئات آلاف عشرة آلاف مئة آلاف والمليون إذن هذا هو الرقم المهم سنقول مليون ستة أصفار وهنا مليونان هنا ما هو المطلوب مقربة إلى المليار أين هو رقم المليار هذا فصل الوحدات الآلاف الملايين وهذا الملايير هذه وحدات الملايير سنقول مليار تسعة أصفار هنا مليار تسعة أصفار أيضاً هنا مقربة إلى الوحدة خمسمائة واثنان وثلاثون ألفاً واربعمائة وستة وسبعون إلى الوحدة يعني الستة سنقول خمسمائة واثنان وثلاثون ألفاً واربعمائة وخمسة وسبعون وهنا خمسمائة واثنان وثلاثون ألفاً واربعمائة وسبعة وسبعون تغير هذا وهذا رقم الوحدة نمر الآن للسؤال رقم سبعة عشر السؤال رقم سبعة عشر يقول يبين الجدول يبين مساحات بلدان المغرب العربي بالكيلومتر المربع ألف البلد الأكبر مساحة هو كذا ب البلد الأصغر مساحة هو كذا جيم أرتب هذه المساحات ترتيبا تناقصيا باستعمال الرمز أكبر يعني نرتب من الأكبر إلى الأصغر دائما أقول بأننا عندما نقارن بين الأعداد أول شيء نقوم به هو أن نحسب عدد أرقام كل عدد 1-2-3-4-5-6-7 سبعة أرقام نكتبها بقلم الرصاص 1-2-3-4-5-6 أرقام 1-2-3-4-5-6 سبعة أرقام 1-2-3-4-5-6 أرقام 1-2-3-4-5-6 2-7 أرقام واضح؟ إذن ما دمنا نريد البلد الأكبر مساحة إذن الشك لدينا في هذه البلدان لديها سبعة أرقام في مساحتها 1-2-3 الشك بين موريطانيا والجزائر وليبيا لكي نقطع الشك باليقين ماذا نفعل؟ بعد أن حسبنا عدد أرقام كل عدد نقوم بالمقارنة بينهما من اليسار إلى اليمين إذن هنا واحد وهنا اثنان وهنا واحد إذن من هو أكبرهم؟ واحد اثنان واحد إذن هو الجزائر البلد الأكبر المساحة هو الجزائر مساحته مليونان وثلاثمائة وواحد وتمانون ألفا وثبعمائة وواحد وأربعون كيلو متر مربع المساحة تحسب بالمتر مربع وليس بالمتر البلد الأصغر المساحة هو إذن الشك سيكون في هذه البلدين فقط المغرب وتونس لأن فيها ستة أرقام لكلاهما سنقارن بدءا من اليسار إلى اليمين هنا واحد وهنا سبعة إذن من هو أصغرهم؟ هو لديه لديه واحد هنا إذن هو تونس إذن أصغر بلد من حيث المساحة هو تونس أرتب هذه المساحات ترتيبا تناقصيا يعني من الأكبر إلى الأصغر من الأكبر إلى الأصغر مدى أن هناك تناقصي ترتيب تناقصي إذن نبدأ بالبلد الأكبر من ساحة كما رأينا وهو الجزائر هنا مليونان وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون كيلومتر مربع هذه الجزائر ثم بعدها إذن سنقارن البلدان التي تحتوي على سبعة أرقام الجزائر تهين منها بقي لدينا موريطانيا وليبيا كلاهما سبعة أرقام نقارن من اليسار واحد واحد المشكلة التي تحتوي على سبعة أرقام سفر إذن ليبيا لأن سبعة أكبر من السفر ليبيا أكبر مساحة من موريطانيا مليون وسبعمائة وتسعة أربعون ألفا وخمسمائة وأربعون كيلومتر مربع هذه ليبيا نمر هناك إذن بقي ليبيا وموريطانيا كان في المنافسة لأنها لدينا سبعة أرقام البلدان التي بقيت ولديها سبعة أرقام فقط موريطانيا نكتبها مباشرة موريطانيا مليون واثنان وثلاثون ألفا وأربعونائة وخمسة وخمسون موريطانيا واضح البلدان التي لديها مساحة أصغر بقي لدينا تونس والمغرب تأكدنا قبل قليل بأن تونس هي أصغرهم إذن سنكتبه المغرب مباشرة ولدى إلي المقارنة بأنه سبق وقمنا بهذه المقارنة سبعمائة وعشرة آلاف وتمانمائة وخمسون هذه مساحة المغرب وأخيرا أخيرا لدينا تونس بمساحة تقدر بمئة وثلاثة وستون ألفا وستمائة وعشر كيلومترات مربع أكد نكون قد أنهينا إذن أكبر بلدان مساحة هنا الجزائر ثم ليبيا ثم المريطانيا ثم المغرب وتونس هي أصغرهم مساحة نمر الآن لأتذكر أو المرخص مرخص هذا الدرس كما تراحظون راحد جغتين أتذكر يسمح جدول العد هذا جدول هذا العد يجب أن يكون محفوظا بقراءة وكتابة تفكيك جميع الأعداد جدول العد يجب أن يكون تمثله في في عقولنا دائما هناك الوحادات البسيطة يجب أن يظهر تأتي في العدال ي اليو Lock المغرب يتبع episodes يجب أن ينهر works ورحل و insignificant ثم يعتبر ي twisted وظهر تمثله هذا الفوصل وضم أن Limit ثلاثة 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 يعني من الوحادات أي وإنسان وليس وليس إذن هذه هي الوحدات البسيطة الوحدات الألف الوحدات الملايين والملايين وواضح هذا العدد نقرأه سنقول لن يرهبنا هذا العدد رغم أنه طويل جداً سنغطي على الباقي وسنركز فقط على ما نقرأه إذن سنقول 709 ماذا فوق رأسه؟ 709 مليار 709 مليار ثم نواصل 709 مليار ثم نقول 876 ماذا فوق رأسه؟ مليون 709 مليار 876 مليون ثم ننتقل و 543 ماذا فوق رأسه؟ ألف 543 ألف ثم نقول مائتان وخمسة عشر دون أن نضيف شيئاً لأننا وصلنا إلى الواحدة البسيطة لا نقول بعدها أي شيء إذن واضح نقول 709 مليار 876 مليار مليون 543 ألف ومائتان وخمسة عشر ونسكت لا نقول أي شيء إذن العدد المكتوب في الجدول هو 709 مليار 876 مليون 543 ألف ومائتان وخمسة عشر ألف ومائتان وخمسة عشر وحدة نستغني على الواحدة لا نقول واحد لقراءة عدد كبير تقنية قراءة عدد كبير هو دون استخدام الجدول دون استخدام الجدول ماذا نفعل؟ نفصل أرقامه ثلاثة ثلاثة بدءاً من اليمين للتمييز بين الفصل نبدأ الأرقام هكذا نفصله ثلاثة أرقام ثلاثة أخرى ثلاثة أخرى ثلاثة أخرى ثم نقول هذا فصله الواحدة يتبعه الآلف يتبعه الملايين ثم الملايين إذن نقول سنبدأ بالملايين 709 ملايين ونكمل العدد مقارنة الآن سنعرف تقنيات المقارنة مقارنة عددين طبيعياً أصغرهما هو ما له أقل عدد من الأرقام كما قلنا سابقاً أصغر عددين هو الذي لديها أقل عدد من الأرقام إذن لمقارنة عددين نضعهما ونحسب أرقامهما مثال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أرقام وهذا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أرقام إذن بكل سهولة وكل بسطة سنقول بأن هذا العدد أصغر من هذا العدد دون أن نرى الأرقام أو ننتبه لها نحسبه فقط عدد الأرقام إذا كان لهما نفس العدد من الأرقام وفي حالة استوى عددهما في الأرقام نقارن رقميهما الأولين لكن من اليسار بدءاً من اليسار حيث يكون العدد الأكبر هو من له رقم أكبر إذا استوى مثلاً مثل المقارنة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ماذا نقارن الآن؟ سنقارن الرقمين الأولين في اليسار ليس اليمين اليسار نلاحظ أن تسعة تساوي تسعة تسعة تساوي تسعة إذا المشكلة لا زال قائمة نمر إلى الرقم الذي يليه الرقم الذي يليه هو ثمانية وخمسة ثمانية وخمسة كما هنا نقول بأن ثمانية أكبر من خمسة الآن نتوقف لأن وجدنا أن ثمانية أكبر من خمسة إذا هذا العدد أكبر من هذا العدد بكل بسطة ثمانية أكبر من خمسة إذا هذا العدد أكبر من هذا العدد ونضعه هذا الرمز بكل بسطة وهذا الرمز دائما تخيلوا أنه تمساح يريد أن يلتهم العدد الكبير إنه لا يرضى بالعداد الصغرى وإنما يريد أن يلتهم العدد الكبير إذن فمه مفتوح دائماً باتجاه العدد الكبير انتهى إلى اللقاء